ودلوقتي تعالوا بقى نروح على مقر موقع يلا كورة مع الزميل العزيزة روزان نصر اللي حنتابع معها أهم الأخبار الرياضية في الصحف وكافة المواقع وطبعاً حيكون لها كمان لقاء مع الأستاذ أيمن جيلبرتو مدير نشر في موقع يلا كورة روزان صباح الفل عليك وصباح الفل على ضيفك الكريم وعايزين نعرف أقل منك أهم المنشتات منهم عدد اتنين منشت لفتين جداً للنظر واحد ليه علاقة بمسألة أنه هيكون في حظر صفر من وإلى ولاية كايزر تشيفس بسبب تفشي وباء كورونا ده أولاً والخبر الثاني ده برضو محتاجين نعرف منك شوية تقشير صحيح لأنه ده هيأثر بشكل كبير ممكن على الفنال خدي بقى التاني الخبر التاني إيه بقى تحفظات بشأن الجماهير وتوجدها في مباراة النهائي في المغرب التفاصيل عندك يا روزان صباح الفل عليك اتفضل صباح الخير يا كريم صباح الخير يا نهواند صباح الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان بالفعل يا كريم فعلاً هم أهم خبرين تقريباً معنا النهاردة خلينا نروح ليهم من موقع يلا كورا المدة 14 يوم حظر السفر من وإلى ولاية كايزر تشيفس بسبب طبعاً تفشي فيروس كورونا كمان من موقع يلا كورا سفير مصر بالمغرب هناك تحفظات بشأن الجماهير في نهائي أفريقيا من موقع الشرق الأوسط فرنسا لإثبات جدرتها في مواجهة سويسرا واختبار صعب لإسبانيا أمام كورواتيا ومن روسيا اليوم الإكوادور توقف سلسلة انصارات البرازيل في كوبا أمريكا طبعاً هكلمنا في تفاصيل الأخبار دي كلها أيمن جلبرتو يعني مدير التحرير بموقع يلا كورا في البداية طبعاً برحب بيك على شاشة قناة الأهلي خليني أبدأ معك بخبر أنه في حظر يعني الكايزر تشيفس عايزين نعرف هل ممكن ده يؤثر على نهائي أفريقيا وممكن يكون إيه الحال أولاً أهلاً بيكو في قناة النادي الأهلي في موقع يلا كورا وأهلاً صباح الخير لكريم صباح الخير لانهواند طبعاً القرار اللي خرج بخصوص الحظر اللي في المدينة أو الولاية اللي تابع ليها نادي كايزر تشيفس لمدة 14 يوم بسبب كورونا ده أكيد هيبقى ليه تبعات خص الفريق لأن الأمور هناك في جنوب أفريقيا صعبة جداً وفي مخاوف بسبب الموجة التالتة من فيروس كورونا وانتشار السلالة الهندية والأمور دي كمان هتبقى فيه مشكلة أكبر لما نادي كايزر تشيفس يفكر يسافر للمغرب لأن القيود بتاعت السفر للمغرب اللي تخص دولة جنوب أفريقيا بيقى فيها بعض الصعوبات ويمكن شفنا في دور المجموعات تحديداً كان فيه مشاكل تتعلق بسفر أنديت جنوب أفريقيا خارج دولتها عشان خاطر تلعب المباريات فأعتقد أن 14 يوم إحنا لسه بدري على موعد النهائي كورونا واللي بيحصل في كورونا يعني كل يوم فيه متغيرات نتمنى أن الأمور ما يبقاش فيها مشاكل وأن ما نلاقيش فيه قلق بخصوص صفر أو يبقى فيه نقل للملعب أو ما إلا بقى لو فيه نقل للملعب يبقى عندنا هنا في القاهرة ولكن بنسبة كبيرة يعني التأثير مش هيبقى كبير أو حاليا ما نقدرش نقول فيه تأثير كبير يعني نقدر نستنى أسبوع ونشوف الدنيا فيها إخصان فيه استثناءات بتتعلق بالسفر لو فيه أعمال تجارية أو حاجات زي كده ممكن كايزر تشيفز يبقى استثناء ممكن هم يسافروا بدري للمغرب يعني فيه أمور كتيرة هتتضح في الأيام اللي جاية ولكن في النهاية إحنا طبعا كنادي أهلي أو عموما هنا بنتمنى السلامة للجميع ونتمنى الخير للجميع وما يبقاش فيه مشاكل متعلقة بالمباراة صحيا يعني طيب كمان عايزين يعرف يعني هل هيكون فيه إمكانية نشوف جماهير يعني فيه نهاية أفريقيا وتوقعاتك يعني ممكن يستمر هذا الغلق بسبب فيروس كورونا أم لا؟ يمكن أمور في المغرب يبتدت تتحسن شوية فيه كلام أو تقارير إنه ممكن في الأيام اللي جاية يبقى فيه يعني تخفيف للقيود والإجراءات في المغرب هناك بيحاولوا المباراة نهاية الكأس هناك يبقى فيها حضور جماهيري كمان بيتكلموا مع السلطات المغربية إزاي يبقى فيه إمكانية لحضور أعداد من الجماهير لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز عشان يبقى يعني أجواء مميزة بالنسبة للكاف الكاف ما عندوش مشاكل ويمكن الكاف كان أبدا موافقة بخصوص مباراة الوداد وكايزر تشيفز يبقى فيها حضور جماهيري ولكن السلطات في المغرب فضلت إن المباراة تقام بدون جماهير نتمنى إن لسه فيه وقت على النهائي فالأيام اللي جاية السلطات في المغرب تلاقي إن الأمور عندها مستقرة والأمور أفضل ويبقى فيه سماح لحضور جماهيري حتى لو هيبقى مقتصر على الجالية المصرية وجالية جنوب أفريقيا والمغربة هناك أعتقد ده هيبقى شيء مميز لو ما كانش فيه إمكانية إن يتفتح السفر للجماهير من خلال البلاد المختلفة طبعا لو السفر تفتح نحن نشوف جماهير كبيرة جدا للنادي الأهلي هتبقى متواجدة ده اللي بنتمنى لكن في النهاية احنا كل اللي يهمنا إن المباراة تلاعب في ظروف صحية جيدة وما يبقاش فيه أي مشاكل تخص سلامة لعبينا وسلامة أي حد يعني طيب خلينا نتكلم بقى على يعني اليورو شوية رأيك في أداء مبارح وتوقعاتك النهاردة للنتيجي يورو عشر ناشي طبعا يمكن هولندا كانت يعتبر من المفاجآت اللي الواحد كان متوقعا هي ممكن تكمل شوية في اليورو ولكن لتشيك حققت نتيجة جيدة وقدروا يستغلوا طرد دي لخت مدافع هولندا يعني المفارقة أن هولندا كانت رايحة بانفراد وخلاص هتسجل هدف للتقدم لكن بعد كده الهجمة بتترد ويبقى فيه طرد وبعد كده جمهورية لتشيك بتستغل الأمور دي بشكل كويس وبتتأهل لدور ربع النهائي طبعا المباراة التانية اللي هي كانت طبعا الكل بينتظرها بلجيكا والبرتغال بلجيكا كانت أفضل بكتير من البرتغال حتى محاولات البرتغال تعادل كانت صعبة كان ليهم فرصة في العرضة فيه فرصة كورتوة قدر يتعامل معها خلاص مشوار كريستيانو رونالدو والأرقام القياسية بتاعته بتتوقف بعض الشيء نستنى بقى تصفيات كاس العالم 2022 ومزيد من أرقام القياسية لكريستيانو رونالدو بنسبة كبيرة دي ممكن تكون آخر يورو لكريستيانو رونالدو عمل فيها أرقام قياسية أكثر لعب شارك الهدف التاريخي كل الأمور دي طبعا لعب بنستمتع بيه كلنا ونتمنى للتوفيق ونتمنى نستمتع بيه لسنوات إضافية طبعا مباريات النهاردة أسبانيا وكرواتيا تبقى مباريات المسيرة أسبانيا يمكن انتفضت في المباراة الأخيرة لها في دور المجموعات ولكن لسه الناس منتظر الكثير من أسبانيا كرواتيا فريق مميز ويمتلك لعبين مميزين جدا ومن الوارد ان هو يقدر يكسب أسبانيا يعني دي من المباريات المهمة طبعا بكرة بقى لكلنا مستنين إنجلترا وألمانيا مباراة برضو كلاسيكية مهمة جدا الناس كلها الجماهير كلها مترقبها يعني نتمنى بقى ان المباريات في اليورو تبقى بشكل أفضل ونشوف أداء أفضل بكتير من اللي شفنا في المجموعات عايزة عرف طيب ايه رأيك بشكل عام في أداء البرازيل في كوبا أمريكا يمكن بطولة كوبا أمريكا بطولة شوية هادية النظام بتاعها صعب يعني مش صعب بس يعني لما يبقى فيه مجموعتين المجموعة خمس منتخبات بيتأهل أربعة فالأمور بتبقى يعني سهلة ما فيش مشاكل البرازيل كانت حسمت تأهلها خلاص بأداء جاية جدا في الثلاث مباريات الأولى ليها المباراة الأخيرة اللي كانت أمام الإكوادور هم تقريبا بيلعبوا بالفريق اللي هو الاحتياطي بيرايح الأسسين عشان مرحلة ربع النهائي البرازيل تأهلت في الصدارة هي المرشح الأبرز والأقوى إنها تاخد البطولة وبعدها ييجي منتخب الأرجنتين يمكن فنزولا ودعت خلاص المنافسات اللي همنا في فنزولا إن المدير الفني بتاعها كان مدير فني سابق للنادي الأهلي وهو بسيرو نتمنى برضو إن احنا في الربع النهائي نشوف مباراة أفضل في كوبا أمريكا ويعني نستمتع شوية مباراةها بتقوم متأخر وكمان لسه المتعة فيها مش حضرة صاحب غياب الجمهور ولكن أكيد مع النهائيات مختلفة إن شاء الله بشكرك جدا أيمان جلبرتو مدير التحرير بموقع يلا كورا مشاهدينا هي دي كانت الفقرة من موقع يلا كورا عبداليكم في التوديو مرتاني شكرا جزيلا لك الزميلة العزيزة روزان نصر وطبعا الشكر موصول منا محمد توفيق طبعا أكيد للأستاذ أيمان جلبرتو اللي كان منوارنا من خلال هذا اللقاء شكرا جزيلا لكم